نقاطع الانتخابات تنسيقيات في بغداد تقرر عدم المشاركة في الاقتراع المبكر يقول ناشطون ليو تيفي إن المقاطعة خلاصة اجتماعات استمرت أياما في العاصمة بغداد ويتحدثون عن فرضيتين لهذا التحول جناح من تشرين بغداد اختار المقاطعة عقوبة للطبقة السياسية وتفيد اتصالات مستمرة بين الناشطين بأن تنسيقيات البصرة والناصرية وبقية اجنيحة بغداد تدرس الخيار يحدث هذا ودرجة حرارة الساحات ترتفع اكثر هنا يبدو ان المحتجين يلعبون تكتيكات جديدة ورسالتها انهم لن يتوقفوا ولن المقاطعة تتزامن مع مشهد مناقض اخر حيث ألف الشباب يتلقون تدريبات على المهارات السياسية ورياضيات الاقتراع الخلاصة غير محسومة لكنها بين خيارين تشكيل كيانات تمثل تشرين او على الاقل تمكين الجمهور من تصويت يضمن الانتقال السياسي وفي الحالتين يصنف الناشطون المحافظات ودوائرها مقاطعات الاحتجاج الانتخابية اللافت في بيان جناح بغداد ان المقاطعة جاءت ردا على ما وصفها محاولات الوصاية من اطراف عدة تصمم رياضيات انتخابية تحتوي الحراك لكن خيار المقاطعة يطرح فرضية اخرى عززها اغتيال الناشط عمر فاضل في البصرة وتشريد ناشطين الى مدن مختلفة حيث تكون مقاطعة الانتخابات جزءا من مشروع التهدئة المحسوبة حماية للناشطين من الخطف والاغتيال ترجمة نانسي قنقر